عودة للحوارات والحياة الحوار هذه المرة أعتقد أنه حوار مهم يعني كلنا نتابع تحركات السيد الرئيس منذ فترة طويلة حتى قبل القمة اللي كانت موجودة في السعودية قمة جدة ولكن أيضا مشاركة السيد الرئيس يمكن بعد القمة مباشرة توجه السيد الرئيس إلى ألمانيا بعدها إلى سربيا فأعتقد أنه لابد أن أتعرف على قراءة تحليلية لأبعاد مشاركة السيد الرئيس في هذه الزيارات المختلفة الموجودة سواء في أوروبا بشكل عام والسؤال اللي دايما الناس بتطرحه هل هذه الزيارات يعني ممكن تقدم لمصر مزيد من الاستثمارات مزيد من معرفة ما تقدمه مصر مزيد من وضع مصر الحالي على الأرض من مشاركات وضعها اللي موجودة أيضا اقتصاديا الرئيس كمان في الحوار اللي كان موجود في بيتسبرج للمناخ الجهود الكبيرة لتعزيز التعاون مع أوروبا ودور مصر المحوري في مواجهة القضايا العالمية بشكل كبير ده هل خلينا نضع كل هذه المحاور أمام ضيفي الآن الكاتب الصحفي أكرم الأصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع مساء الخير يا فانتم مساء مور منورني واليوم الحقيقة عندي عدد من المحاور نحب أن نحن نطمن ونعرف ونحلل مع بعض هذه الأوضاع أولا سيد الرئيس يعني خلينا نبدأ من زيارة ألمانيا وهذه القمة الناجحة سواء من كلمة السيد الرئيس والمشاركة وأيضا بانتهاء حتى بالمؤتمر الصحفي اللي كان موجود فيه سيد الرئيس مع المستشار الألماني طبعا يعني أولا العلاقات المصرية الألمانية على مدى السبع سنوات المارت أو الثمان سنوات يعني تضمنت الكثير من التفاصيل وهي علاقة يعني تتورد بشكل كبير وهي علاقة تقوم على الاقتصاد الشراكة التعاون السياسي لاقتصاد التجاري الأمني على كافة الأسعاد والحقيقة الزيارة بتيجي في وقت مهم جدا العالم بيواجه أزمة كبيرة حرب في أوكرانيا أزمة التغير المناخي الأصبحت واضحة جدا ومؤثرة بشكل كبير لسه يدب يتعافى من كوفيد بالإضافة إلى زي ما احنا أشارنا العلاقات السنائية العلاقات السنائية الحقيقة العلاقات المصرية الألمانية نموذج للعلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام ألمانيا دولة رئيسية جدا في أوروبا يعني زعامت للاتحاد الأوروبي بين ألمانيا وفرنسا دولة مهمة الحقيقة أنه يعني حننتقل بس من الزيارة دي لفكرة تحركات مصر في سياستها الخارجية الحقيقة الرئيس عبد المتاح السيسي منذ 2014 الحقيقة أعاد سياغة السياسة الخارجية المصرية بالشكل اللي بيقوم على مجموعة مبادئ وشعارات سابتة والحقيقة بتثبت بتقوي فكرة الثقة في السياسة المصرية فكرة الشراقة فكرة التعاون فكرة الدفع للحلول السياسية فكرة فتح الأبواب دائما للحوار والتفاوط والنقاش كمان الاتجاه إلى الدول الفاعلة في العالم والمؤسسات الدولية بخطاب واضح ومحدد ولديه دائما اقتراحات مش بس بيبقى رد فعل هو في خطاب يقوم على الفعل فالسياسة الخارجية المصرية اعتقد على مدى السنوات اللي فاتت 8 سنوات بنت ثقة دولية بناء على تصرفات حقية لأنه فكرة الشرف الخصومة الخلاف الاتفاق كل شيء الحلول السياسية فمثلا احنا ألمانيا من الدول اللي تعاوننا معاها مثلا في قضية الكهرباء حقيقة الشركات الألمانية وفي وقت صعب في وقت صعب جدا والحقيقة كان ممجز ده كان فيه فايدة لمصر الحقيقة وفايدة الألمانيا كمان لأنه دخول مصر في علاقة ومصر دولة قوية وكبيرة ومؤسرة ادى ثقة كمان في الشركات الألمانية الحقيقة فاحنا بنتكلم على عالم فيه المصالح المصالح مش لطرف واحد لكل الأطراف ثانيا فكرة الخطاب المصري كمان بتعدد الثقة لأنه لو هو الشركات دي ما وجدتش ثقة في الوعود المصرية في سداد الأقصاد إذا كان فيه أو للتزامات كل عقد بيبقى ليه طرفين للتزامات المهمة في مصر والنجاح في تنفيذ المهمة والحقيقة أنه يعني مش عاوزين نقول أنه مصر كانت بتحصل على شروط تفضيلية لأنه سوق كبير عندها استعدادات عندها ثقة كبيرة في الاقتصاد في الالتزامات في غيره ده جزء مهم فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء وده دخل شركات أخرى النهاردة بنتكلم في القطارات في النقل في التفاصيل في الخبرات التي يحوزها الألمان لأنه كل دولة في العالم ده فده جزء العلاقات السنائية والشراكة وده استثمارات خارجية جاية في مصر مهم مهم خليني أقف عند النقطة دي لأنه دخول مصر ومشكلة مصر كانت في الطاقة كانت مشكلة كبيرة جدا وكل المصريين تابعوا رئيس وهو يتفاوض بنفسه مع شركة سيمينز وقتها كان التفاوض يعني أعتقد وما كانتش الناس متصورة أنه في هذا الوقت من الأزمات مع انقطاع القهرباء وأنه كان عندنا مشاكل عديدة أنه نحن نوصل بهذا النجاح اللي بقينا موجود فيه فالنجاح كانت ألمانيا شريك فيه بالزبط بي شريك وشريك واسق ويحمل ثقة والحقيقة أن الشركات الألمانية أخذت ثقة أيضا في المنطقة ولو حد بيتابع خرائط شغل المشروعات والتكنولوجيا والتكنولوجيا فيما يتعلق بده والحقيقة برضو خلينا نقول أنه المنتج الألماني أو السياسة الألمانية فيما تتعلق بالتكنولوجيا والتكنولوجيا مش بس تقدم كمان الألماني عندهم دقة عندهم التزام عندهم ده وده يعني خلى أن فيه طرفين بيدخله في سياق واحد وده زي ما احنا قلنا أفاد مصر وكمان أفاد الطرف الألماني وده برضو استثمارات لقاءات الرئيس في ألمانيا ما توقفتش عند مثلا شركات التكنولوجيا أو اتفاقات أو الشراكات لا كمان الحقيقة دخلت في المستقبل في الصياغ المختلف لأن مصر ليها كمان العلاقات فيها علاقات عسكرية علاقات أمنية علاقات تجارية بالإضافة لده العلاقات الدولية والإقليمية لأن مصر دولة مؤسرة ودولة لديها وجهة نظر مهمة في أنه دول الإقليم دول أفريقيا الدول العربية وأظن ده ظاهر حتى في الخطاب الدول العربية أصبح لديها النهاردة زي ما شفنا في جدة وانت قشرتي إليه خطاب ماضي تجاه الغرب وتجاه الدول الكبرى ومسؤول ويلتزم أكثر بالمصالح مصالح الشعب ومصالح الإقليمية والعربية والأفريقية ودي نقطة مهمة هتنقلنا النقطة الثانية المهمة لأنه بيتروسبيرج كان حوار بيدور حول تغيرات المناخ يمكن قبل خمس سنين أو عشر سنين كان الكلام عن تغيرات المناخ بها تبروه نوع من الطرف النهاردة أكل الناس وشربها وميتها والزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمجاعات والفيضانات والحراية توقف على المناخ أنا عايز أخذ من حضرتك هنا النقطة وأضيف عنوان وأقول وهي حزم وجدية السيد الرئيس في هذه المؤتمرات يعني أنا فكرة كويس قوي في جلسكو كم كان حازم السيد الرئيس تجاه التغير المناخ وتحديداً كان اهتمامه كمان بقرة أفريقيا يعني أنهي الأكثر تضروراً بشكل عام أفريقيا بتدفع تمن كبير دول العالم التالت وأفريقيا لأنه نسبة الانبعاسات ونسبة التغير المناخ من أفريقيا أقل كثيرة من الدول الصناعية الكبرى على مدى المؤتمرات مؤتمر باريس التوصيات الشهيرة جداً أنه الدول الكبرى الصناعية ملزمة بأنها تدفع 100 مليار دولار على مدى فترة للدول النامية على أساس التقل الجديدة ومتجددة وتقليل تأثيرات المناخ كانت الدول الكبرى الحقيقة بتقول ده وعود وما حصلش في جلسكو حقيقة الرئيس عبد الفتح السيسي ما كانش بتحدث باسم مصر لأن تغير المناخ كان متحدث باسم العالم ما هواش تغير مرتبط بشعب أو بزي الدول الكبرى هو الكوكب كله بيدفع تمنى وده اللي الرئيس عبد الفتح السيسي كان بيؤكد عليه حقيقة رفع الصوت ده باسم أفريقيا وباسم الدول المختلفة وقال إنه مهم حتى كان في استجابات لأول مرة في استجابات وكان حريص جداً إنه يقول إنه الالتزامات دي هي من أجل حماية الكوكب ومن أجل حماية البشر لأنه النهاردة التغير المناخ تحول لمجاعات لجفاف لتأثير بالغ على العالم كله طبعاً والسلوج والأقطاب وكمان الارتفاع الدرجة ونصف والدرجة دي بتحول الأرض إلى محرقة زي ما احنا شايفين النهاردة الغابات الحرائق الحرائق اللي يبتشتعل اللي كانت في أوروبا وكانت في كل تقريباً قارات العالم السنة اللي فات فالرئيس كان جاد جداً وعرض والحقيقة طلب إنه يتم تنظيم كاب 27 في مصر ونظم في نوفمبر القادم والحقيقة دي كانت خطوة إضافية لأنه كانت أول مرة دول العالم الثالث الحقيقة أو الدول الاقتصادات الناشئة ترفع الصوت بشكل واضح وتقول للعالم إنه طرف فاعل ورئيسي وإنه على الدول أنه توفي بالاتزاماتها تجاهز الأمر ومصر خادت الخطوة في الطاقة الجديدة في الطاقة الخضراء النهاردة في مصر وفي دول أخرى في المنطقة المملكة العربية السعودية طبعاً عندها نفس الشيء أصبح تفكير مهم في أنه تقليل هذا الأمر أخذ مع حضرتك هنا نفصل وبرضو خلينا نقول لحضراتكم بأنه الطاقة الخضراء وأعتقد أنه يعني المؤتمر اللي كان في بيترسبيرج وبحضور السيد الرئيس كان مهماً لأنه يعني خرج بعديد من الاتفاقات الخاصة أيضاً بالطاقة الخضراء هنستكمل معكم لعشان كمان نكمل كلامنا عن دولنا النامية والأسواق النشئة كما نقول دائماً هل هي أسواق ضعيفة أم هي أسواق لها صوت لأن هي تبحث عن وجود لها في المستقبل حقيقي على الأرض نستكمل الحوار عن زيارة السيد الرئيس ولقاءاته بالشخصيات المختلفة سواء في ألمانيا أو في سربيا أرجوكم ابقوا معنا بعد قليل يعني يمكن وإحنا بنتابع مع حضراتكم ومع سيد الرئيس هذه الزيارات خلصة من ألمانيا إلى بيلجراد هنلاقي أنه فيه لقاءات كانت مهمة وأصفرت عن أشياء كثيرة جداً خصوصاً وأنه بقى فيه أزمة عالمية موجودة وتعاني منها وستعاني منها أوروبا بشكل كبير مع بداية هذا الشتاء خاصة بالطاقة وده برضو هيخلينا نتعرف إزاي ممكن مصر يكون لها دور ويبقى فيه إسهامات واستثمارات تقدر مصر تشارك فيها خلينا ناخد هذه المداخلة مع أستاذ متحة يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة مزاق الخير يا فندم مزاق الخير يا فندم مزاق الخير يا فندم أهلا بك يعني عايز أعرف من حضرتك يعني هذه الزيارات الخاصة اللي متواجد فيها السيد الرئيس عايزين نعرف يعني لقاءات مع القادة الألمان إزاي ممكن تعود بالنفع خاصة في ظل أزمات عالمية وموجودة وإزاي هقدروا في أوروبا يتعاملوا مع أزمة الطاقة تحديدا بصح حضرتك ألمانيا وأوروبا بالذات بيعاني في الشفاء القادم من أزمة الطاقة واضحة في المعالم والنقص الشديد طبعا هو في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي استخداماته في أوروبا وفي ألمانيا بالذات استخداماته متنوعة سواء في التدفئة أو في عمليات الإنتاج وعمليات الصنعات التحولية والصنعات الكيموية والعديد من الاستخدامات الأخرى وتوليد الطاقة كمان للطاقة الكهربية فطبعا أن مثلا الدولة زي ألمانيا كانت بتستورد مثلا أربعين في المية من احتياجات أوروبا فمعنى كده أن هي حتتأثر أكثر سلبيا من الدول الأخرى تمام فبالتالي رئيس السيسي لما بيقدم حلول تخالي أوروبا في عرض أي أي إمدادات من مصادر أخرى خلاف المصادر التي هي متبعة ايه فمصر بتقدم لأوروبا خدمة طبعا مميزة إن إن هي كل صدرات مصر اللي بتطلع من سواء من محطات الإسانة المصرية في دوميات وفي آآ آآ اتكو بالبحيرة كلها ستتجه إلى أوروبا فهنا كده يبقى مصر ساهمت في حل جزء من احتياجات أوروبا من الطاقة ومن الغاز الطبيعي وبالتالي إذا مصر بتقدم من نفسها جزء من المساهمة العالمية لحل أزمة الطاقة في أوروبا فطبعا أوروبا بتستقبل رئيس السيسي هذا الاستقبال للحار لأن من ضمن الحلول أنهم جذبوا مصادر أخرى للطاقة من دول غير موردة أساسا لأوروبا لأن كانت صدرات مصر من غزة طبيعية في الفترة اللي فاتت كانت كلها متجهة معظمها إلى أسيا فالنهاردة كل رئيس السيسي وعد أوروبا سواء ألمانيا أو المفاوضية الأوروبية أن مصر كل صدراتها من الغزة الطبيعية ستتجه إلى أوروبا خلينا في النقطة دي نقول برضو للمواطن المصري لما يسمع ما هي الفائدة بقى يعني دور مصر هنا حيتغير إزاي بصي الفائدة على مصر أولا مصر هنا قدام العالم كله أصبحت محور هام جدا من محاور صدرات الغزة الطبيعية للعالم ولأوروبا بالذات تمام وإذا هنا مصر لها مكانة أصبحت لها مكانة واضحة في الخريطة العالمية صحيح وخصوصا لأوروبا إذا مصر أصبحت محور هام من المحاور الهامة لإمداد الطاقة لأوروبا يعني لما هيكون عندي جدوى الاقتصادي وحابص كده لأسواق ناشئة زي مصر وأقول إنه بيتم تصدير كذا كذا حلاقيها موجودة بشكل مع باقي الدول اللي بتعمل في البترول والطاقة وده شكل جديد بالنسبة لمصر بزرط مكانة جديدة مصر بتحتلها وده طبعا واضع مميز جدا الحاجة الثانية إن مصر ما أصبحتش هي كده يعني مصر مش بتصدر إحتياجاتها لكن مصر اتبعت دور محوري جديد إن هي محور إقليمي لتداول الطاقة في المنطقة فهي بدلوقتي بتاخد غازات مثلا إسرائيل الفائضة اللي هي الفائضة عن احتياجاتهم بتقوم بإمدادها لمصر ومصر بتاخدها بتعمل لها إسالة وبتصدرها عبر المهانين المصري إذن مصر هنا أصبح لها دور تكاملي مع الدول الإقليمية في المنطقة أكيد عشان كده مصر هنا فضل يعني مصر أصبحت مش كيان واحد مصر بتمثل كيانات إقليمية في المنطقة وبالتالي أصبحت مركزها الإقليمي قوي جدا طبعا دور محوري كبير جدا بقى ودور جديد لمصر بتقدمه وتشتغل عليه أشكرك جدا أستاذ متحة يوسف الرئيس السابق لهيئة العامة للبترول والطاقة وأعود لضيفي الكاتب الصحفي أكرم الأصاص أنا هنا عايزة إلى الحوار يعني ده شيء جميل جدا بأنه يعني هذه الزيارات اللي بيقوم بها السيد الرئيس والأطرحات اللي بتتقدم والحلول كلها على الأرض الواقع من بنية حققية بنتها مصر وتعبت فيها علشان تبقى موجودة أنا عايزة أروح لنقطة همة جدا تطرق لها أيضا السيد الرئيس في ألمانيا وهي الخاصة بحقوق الإنسان يعني دايما السيد الرئيس في كل المؤتمرات يبقى بس هذه المرة كان حازم ودقيق وكان يطلب من الجميع فلتأتوا إلى مصر وتشاهدوا على الطبيعة رأيك إيه في هذه الكلمة الخاصة؟ والله دي نقطة مهمة جدا لأنه الملف تاب الزيت كان طول الوقت بيبقى بعض الناس بيستخدموه برا إنه كنوع من التخويف لمصر أو لأي دولة لأنه إحنا مش بنقول إنه ملف عهو الإنسان ما هواش مهم لا ملف مهم جدا لكن الصورة الكاملة مهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات من 2014 لدلوقت الحقيقة كان عنده صيغة واضحة جدا إنه ما بيقودش مثلا إنه ده بياخد السؤال بحسية العكس بيجاوبه بوضوع لكن بصراحة أكتر لأنه الملف إحنا عارفين إنه بيستخدم بطريقة السياسية يعني نختلف مع هذه البلد نطلع لها ملف فنغزها فتبدأ تعمل رد فعل فنبدأ إحنا نهاجم ونعتبر ده نعم الحقيقة الرئيس قصر هذه المسافة مباشرة مباشرة مع المستشارة الصادقة الحقيقة كان ده مهم جدا ودايما بيبقى فيه صحفيين ربما بحسن نية وربما موجه جاي بالسؤال ده شيل ده تجيبه وجاي عمله ويمشي يعني فرق عبوبا ويمشي الحقيقة الرئيس لو احنا فاكرين مع المستشارة الصادقة أنجيلا مارك قال ده نفس الحقيقة في البداية لو احنا فاكرين صحيح في بداية لقاءاته معك شوفوا احنا عندنا مفهوم شامل لحقوق الإنسان فيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحنا 100 مليون والدولة ما تحتملش انه احنا ندخل في خلافات وصراعات وخلينا نبص للقضية كاملة ونبص على الخريطة ونشوف الدول حوالينا تحولت ازاي وفوضى واحنا دايما بنقول انه احنا بنتكلم على 100 مليون محتاجين حياة كاملة حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية وما حدش بينكر هذه الامور والحقيقة كمان قال انا هتكلم بوضوح انا مش بقول انه دي قضية مش مهمة ولكن احنا نحطها في سياقة وانه ما نحولهاش ليه سؤال سياسي تطور هذا وبالمناسبة هذا النوع الصيغة مع التعامل مع هذه الملفات والتقارير بالمناسبة كثير من المنظمات اللي كانت شغلتها وما زالت بتطلع هذا التقارير اتكشفت مش بس احنا اللي كشفناها العالم كله وشفها انها بتشتغل زي تليفونات العملة بالفلوس طلع لنا التقارير الفلاني وكانوا بيدفعوا عن الارهاب وبيدفعوا عن في الوقت اللي مصر ما كانوش بيدينوا اي تفجيرات لمدنيين كانوا بيقتلوا المصريين وبيهدنوا وارهاب ومليارات وحرق وتفجيرات وما كانش حد بتكلم صحيح فالحالة المؤسسات تسقطت بالشغل العملي لانه مصر خدت في سياقها وخدت مرحلة احنا بنبني بنعمل الاستقرار أنا كمان عايزة برضو هنا نفتح حوار الوطن الناس عادت تساءل طب ولماذا يتساءلون على حقوق الانسان السياسي في بلد ولا يتساءلون عن حقوق الانسان اجتماعيا بيعيش ازاي وبيتعلم ازاي وبيأكل ازاي فانت عندك المشاريع الاماكن العشوائية اللي تم تطويرها والناس انتقلت نقلة نوعية وكمان مشروعات الدولة الخاصة بحياة كريمة وهو ده برضو حقوق الانسان على فكرة لما تنقل العشويات وحنا دي كتعار الحقيقة على مدى عقوده كان ناس بيتصوروا او ناس كتير بما فيهم احنا كنا في الصحافة بنشتغل عليها بنعتبروا ان ده مستحيل يتشال بعد ما تشال قالك انه ما لقوش حاجة يعملوها حاجة انجاز عظيم الفيروسي قالك لا ده بيقضوا شالوا ذكرياتهم ذكرياتهم في العشويات اللي كانوا خمسين في قوضة فالرئيس المراضي الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودي نقطة مهمة قال انا بادعو الناس دي انهم يجووا يشوفوا تفاصيل كم فيه استراتيجية الوطنية لحوال انسان الحقيقة اللي هو فكرة حقوق اجتماعية وعقوق اقتصادية وكمان حريات الرأي والتعبير والحوار الوطن النهاردة اللي بيرسم صورة كم انا بتكلم على النهاردة وبالمناسبة هذا الخطاب الدليل انه هو خطاب مؤثر وخطاب كاشف ان اولا بيتعامل بالصدق بيفتح الباب لان انت تعاين ما تتعاملش مع معلومات وارقام خاطئة الامر التاني تعالى بقى اشوف زي ما انت اشارتي تكافل وكرمه حياة كريمة اللي هو الريف المصري المنسي الفيروس سي وعلاج الناس دي حقوق الموطنة كمان يعني كمان انا ما بنكرش طبعا مهم جدا بعد الدولة النهاردة مسكت نفسها وفيه الارهاب تم القضاء عليه لحد كبير وفيه قضايا مهمة وبعمل تنمية في نفس الوقت ابدأ اعمل حوار وطني دي دخل كل الاطراف اللي فيه بعد الاستقرار عشان يبنوا بقى البكرة هبدأ من اول وجديد لا احنا النهاردة فيه مرحلة مختلفة نوسع فيها وبعدين اذا انا ما عنديش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حريات الرأيو التعبير تتكون للبيع والشراء وشوفناها كانت بتتبع بازازة زيت وكيس رز واحنا ضد ده وضد بيع الاراضة تحرير الاراضة وده بالمناسبة نقاش فلسفي ونقاش سياسي على مدى التاريخ هو الحقيقة وانا اذا تعرضت الدولة لتفكيك او لخطر حقيقي نقول دولة ديمقراطية اذا ما فيش دولة هتحط الديمقراطية في اندى سؤال مهم انه الناس تجاوبوا ونشوفوا والحقيقة الوضوح والخط المستقيم ده ادى ثقة كبيرة في هذا الملف الخطير اللي كان بيتحول الى لعبة وشد وجسب اكيد الحوار معاك دايما اكيد ممتع لانه عندنا عنوين كتير وعندنا اشياء كثيرة ولكن الحوار ممتد دايما وان شاء الله الحوار الوطني كمان لما يدخل حيكون فيه اراء كتيرة جدا بشكرك شكرا جزيلا عن وجودك معنا وعلى كل الكلام والاراء اللي قلناها بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ده كان لقاءنا معاكم النهاردة في التسعة غدا يتجدد اللقاء معاكم وايضا اخبار جديدة وتحليلات جديدة ستكون معكم باذن الله غدا في موعدنا في التسعة كونوا في رعاية الله اشتركوا في القناة